تعود مسألة النفط العالقة بين الحكومة في بغداد وحكومة أربيل للواجهة مجدداً كاشفة عن قلق القوى الكردية من التباينات داخل الإطار التنسيقي إذ يعد قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان منذ دورته الأولى بعد احتلال العراق وحتى اليوم واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره مقربون من رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني يقولون إن الأخيرة يحضر لنسخة جديدة من قانون النفط والغاز وإن مشروع القانون الجديد استنبط من مشروعي القانون السابقين واجرت إضافة اقتراحات جديدة عليها إلا أن عضو تحالف الفتح محمد البياتي أكد وجود اختلاف بشأن المشروع الجديد بين أطراف الإطار التنسيقي الذي شكل حكومة السوداني مشيرا إلى أن إضافة بعض المواد القانونية لا تنهي الخلافات حول الموضوع النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنغالي أشار إلى وجود خلافة تؤثر على إمضاء الاتفاقات السياسية خلافة باتت على ما يبدو مصدر قلق للقوى الكردية التي تنتظر التنفيذ لسيما أنها حصلت على تعهدات من الإطار التنسيقي بتنفيذها مقابل منح ثقتها لحكومة السوداني قانون النفط والغاز في العراق وبحسب المادة 112 من الدستور الحالي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بالحكومة في بغداد ما يعني أنها المسؤولة عن النفط في كردستان العراق وهو أمر ترفضه أربيل وتعتبره إجراءا مخالفا للدستور وتتمسك بعبارة وردت في المادة ذاتها تتحدث عن الشراكة بين الحكومة في بغداد وحكومة أربيل في إدارة الموارد الموجودة ضمن كردستان العراق وتمنح نفسها الحق في إدارة عمليات الاستخراج والتنقيب الحالية وحتى التعاقد مع الشركات الأجنبية